اليوم هنكمل حلقة التربية ونكمل جبران خليل جبران وشو حكا؟ أهلا وسهلا ومرحبا فيكم مع حلقة جديدة من رجا توكينج لايف اليوم رايحين نكمل بموضوع التربية تاعة الأطفال التربية الإيجابية والتربية خاصة في بلاد الغرب والمهجر أنا بديت المرة الماضية أحكي عن خليل جبران خليل جبران وبيت الشعر تابعه لأنه لما أريته أنا قلتها أحسن طريقة نحكي فيها على التربية الإيجابية من خلال الشعر تابعه لأنه في كتير من مقومات التربية الإيجابية والتربية الحديثة اللي منحكي عنها اليوم فزي ما هو حكى أنتوا فيكم تعطوهم المحبة I think أنا المحبة أهم إشي إذا الطفل حس بالأمان ومحبة ومحبة اللي هي unconditional love غير مشروطة هذه بتكون واحدة من مقومات السعادة للعائلة أجمع وللأطفال فأنا أنهيت الحلقة الماضية لما كنت عم بحكي أنه إحنا ما فينا نزرع نعطيهم محبة ونزرع فيهم المثل والأخلاق والعادات والتقاليد اللي بدنا إياهم بس بعدين ما فينا نتوقع أنه أفكارهم تبقى موافقة ومطابقة تماماً لأفكارنا لأنه الطفل لما يوصل في مرحلة معينة بسن التيناجر سن المرحلة اللي 11-13 سنة بصير الطفل هو اللي يكون أفكاره الخاصة فيه بما يتناسب مع اللي بيشوفه هو من المجتمع اللي حواليه بالمدرسة على الميديا وبالبيت كمان فعلشان هيك إحنا لما نلاقي إنه الطفل صار في عنده أفكار أو أخلاق ومثل لا تتطابق مع أفكارنا أحسن طريقة نبدأ نحكي فيها مع بعض لنشوف كيف إحنا ممكن نوصل لحل إيجابي اللي يرضي الطرفين ونشرح لأولادنا إنه ليش هذه المثل أو الأخلاق اللي عم بتحلى فيها لا تطابق مع عاداتنا، تقاليدنا، مع ديننا بس كمان إحنا لازم نبقى متفهمين للمجتمع اللي عم بعيش فيه الولد ولأنه بهاي المرحلة العمرية عم بيحاول يلاقي شخصيته عم بيبني شخصيته عم بيحاول يلاقي الفت لما يطلع بره بالمجتمع كيف هو بده يتعامل مع أصحابه ويحس إنه هو إنه بنتمي لهاي الشلم الأصدقاء أو الأصحاب عم بيلاقي هو مين هو كإنسان سو هاي الشغلة اللي حكيت عليها المرة الماضية وهلأ عم بكمل فيها وبقول كمان جبران خليل جبران وفي طاقتكم أن تصنعوا المساكنة لأجزادهم ولكن نفوسهم لا تقتنوا في مساكنكم فهي تقتنوا في مساكن الغدي الذي لا تستطيعون أن تزوروه حتى ولا في أحلامكم هاي دي أنا الشغلة كتير حلوة عم بحكيه كمان عالطاقة مش بس أنا اللي بقعد أحكي على الطاقة فبقول إنه أنتو عندكم طاقة وقدرة إنكم تخلقوا لهم للجسد تبعوا للفيزيكال بادي مكان وبيت وتحطوا في سقف فوق راسهم وتحطوا لهم أكل على الطاولة وفيكم تعطوهم كل المتطلبات الحياة المادية اللي بيحتاجها بس نفسهم أو روحهم ما بتسكن في بيوتكم لأنه هي بتسكن في مسكن الغد تسكن بالمستقبل المستقبل اللي ما حدا فينا بيقدر يزوره ولا حتى في أحلامنا فإيش معناها؟ هلأ أنا بدي أحكي فيها من منطلق كمان الطاقة والروح إنه الإنسان كل واحد فينا حتى لو ما كنا بالعقل الواعي ندرك إيش إحنا بدنا أو نعمل روحنا هي بتبقى عارفة كل إشي إحنا بدنا نعمله بتبقى عارفة إيش اللي حيصير بالمستقبل هي ما في غير إحنا هاد يعني ربنا لما خلقنا إنه إحنا هاي الأشياء كل شي بعلم الغيب عند ربنا سبحانه وتعالى بس إنه إحنا كمان نبقى عارفين أو حاسين على مستوى معين إيش المستقبل وين بدنا نروح إيش بتيصير فينا وبقول كمان وإن لكم أن تجاهدوا لكي تصيروا مثلهم ولكنكم عبثا تحاولون أن تجعلوهم مثلكم يعني أنتو فيكم تعملوا شو ما بدكم وتحاولوا لتقدروا تصيروا زيهم بس إنه إحنا يحاولوا يصيروا زيهم ولكنكم عبثا تحاولون أن تجعلوهم مثلكم إنتو بتقدروا تحاولوا تصيروا زيهم بس إنه إنتو تحاولوا قد ما تقدروا تحاولوهم يصيروا زيكم جهودكم هاي كلها رايحة بلوشي ما حتزبط فهدي كتير 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 أنا عجبني هذا بيت الشعر الله أنا ما بتذكر إني أنا درسته بالأول أو حتى لو أريته وعرفته زمان معناه ما كان أبدا هو المعنى اللي أنا اليوم بفهم فيه طريقة التربية الإيجابية والطريقة اللي أنا بشرح لكوني إياها هلأ فعلشان هيك خلينا نرجع لما إحنا نربي أطفالنا نعتبرهم إنه هم مش ملكية هم مش بيت هم مش سيارة هم أشخاص لهم الكيان تبعهم الخاص فيهم خلينا نعاملهم زي ما أنا حكيت بأول حلقة على الاحترام ومعاملة الكرامة نعاملهم باحترام وكرامة وكمان هم يعملونا بالمثل باحترام وبي كرامة فالحكي هذا إنه إحنا إذا اعتبرناهم مش ملكية معناها هنعتبرهم كأنهم الضيوف عنا وهم فعلا يعني الضيوف لما بيكبروا بتجوزوا أو بيشتغلوا وبطلعوا وبسافروا خاصة عنا بالغرب بس يكبروا بروحوا على الجامعة بروحوا على أماكن بعيدة فهم فعلا كانوا الضيوف في مرحلة مؤقتة من حياتنا وشو هي هالمرحلة يعني شو عشرين سنة لما الإنسان بده يعيش مثلا تمانين سنة أو تسعين سنة إذا الله أعطانا عمر فعلشان هيك خلينا دائما إنعامل أولادنا كأنهم الضيوف خفيفين على قلبنا وحتى لو تقلوا دمهم علينا هنتحملهم لأنه إحنا الأولياء الأمور طبعونهم ومسؤولين عنهم لغاية ما يكبروا ويصيروا يعتمدوا على حالهم ويصيروا ناس سعداء ونشحين بحياتهم شكرا كتير واشوفكم مرة الجاي كمان مع حلقة ثانية من التربية الإيجابية الله معكم ولو سمحتوا أعطونا ثامز أب لايك الفيديو أعطونا تعليقات قولوا ليشو وأنتو كمان خبرتكم بالتربية كيف هلأ أنتو بتطلعوا على أبيات الشعر هاي تبعة جبران خليل جبران هلأ عم بتطلعوا عليها بنفس الطريقة اللي أنا عم تطلع فيها عليها ولا فيكم تضيفوا شي تاني للي أنا حكيته أو لكم نظرة تانية بهاي الأبيات شكرا كتير ومع السلامة I love you all bye-bye